المستجدات وزيارة الوزير الأول أحمد أويحيا اليوم الخميس لتونس أين ترأس مناصفة مع نظره التونسي يوسف الشاهد مراسم إحياء الذكرى الستين لأحداث ساقية سيد يوسف زيارة أحمد أويحيا كانت مرفوقة كذلك بوزير الداخلية ووزير المجاهدين وكذلك وزير الخارجية والأمينة العام للمنظمة الوطنية إذن في ذات السياق كان ملف تنمية المناطق الحدودية من خلال برمجة عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة والتعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في جلسة العمل التي جلت بمقر بلدية سقية سيد يوسف بإشراف كل منائس الحكومة التونسي يوسف الشاهد والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيا وهذا بحضور كما أشمى الوفدين الحكوميين للبلدين اشتركوا في القناة